امنية الموت لماذا يتمنى رجال الله الجهابذة والأفذاذ الموت كما يقال ليس كل ما يتمنى المرء يدركه كم من إنسان طلب الموت لنفسه وكم من موقف محرج كنا نتمنى أن تنشق الأرض وتبلعنا وكم من ظروف قاهرة نمر بها وكنا نتمنى لو لم نولد وكم من الخطايا ارتكبناها تفقدنا سلامنا ونعيش بتعاسى من ماضينا المؤلم فنتمنى الموت إن العديد من رجال الله دخلوا البوتقة ومروا في أمور مأسوية ووصل بهم الحال إلى عدم الرجاء والأمل كم من رجال ونساء قاسد وعانت حتى الرسول بولوس نفسه وصل إلى حالة كئيبة وصعبة إذ قال حتى أيسنا من الحياة إنها الصرخة المرة التي معظمنا بشكل أو آخر نمر فيها يوجد رجال عديدون الذين تمنوا الموت في الكتاب المقدس وهذا إن دل على شيء يدل أولاً أنهم بشر وليسوا ملائكة أو سوبرمان يختبرون كل أنواع التجارب وكل أنواع العواطف والمشاعر وكل أنواع الصعاب والتحديات شيء تاني هذا يدل على عجز الإنسان وأنه مهما قوية يظل ضعيفاً ومعرض للفشل والسقوط ويحتاج إلى خلاص شيء ثالث تظهر لنا نعمة الله الغنية التي تمتد إلينا بغض النظر عن حالتنا وأن جميعنا نحتاج إلى نعمة الرب شيء آخر تظهر لنا أن الله هو الوحيد الكامل إنه تعبير عن صدق وأمانة الوحي أيضاً فيظهر لنا صدق كلمة الله وأنه لا يوجد أي إنسان كامل وأن كل ما كتبه كتبه لتعليمنا وإنذارنا وأن الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح وأيضاً مكتوب فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور ثم يحذرنا أيضاً إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط دعونا نأخذ بعض الأمثلة عن بعض رجال الله الذين طلبوا الموت قال أيوب لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح ثم قال يا ليت طلبة تأتي ويعطيني الله رجائي أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني كانت كآبته عظيمة جداً عندما فقد كل شيء ممتلكاته أولاده وصحته وعانى من كل أنواع الآلام الجسدية والنفسية لأنه شعر أنه مظلوم وأنه بار لكن عندما اختبر حضور الرب تغير كل شيء وباركه الرب ضعفاً اسمع ما قال الرسول يعقوب خذوا يا إخوتي مثالاً لاحتمال المشقات والأنى الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف مع أن أيوب كان يعاني من الآلام المبرحة ويتخبط باليأس المرير وأنه لعن السيعة التي ولد فيها ورحب بيوم وفاته قائلاً أتمنى لو أني لم أولد لكنه لم يلعن الله ثم أحبائي موسى الشخصية الثانية رجل الله العظيم قال والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتب فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي ثم نقرأ لا أقدر أنا وحد أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلاً إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي بعد التواجد مع الله أربعين يوم وليلة ارتد شعبه وعبد العجل الذهبة لقد طلب في المرة الأولى أن يمحى من كتاب سفر الحياة وهذه المرة طلب الموت من الرب لكن على النقيد استجابة ليأس موسى في قيادة الشعب أعطاه الرب سبعين رجلاً ليعاونوه ثم نقرأ عن إلي النبي مكتوب ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت أرتمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الآن يا رب خذ نفسي لأني لست خيراً من أبائي لقد تمنى إلي الموت عندما هرب من الملكة الشريرة إزابيل وكان هذا بعد الانتصار العظيم على جبل الكرمل وبعد معجزة رجوع المطر بعد قحت ومجاعة دام ثلاث سنين ونصف من الانقطاع ونزول النار التي أكلت المحرقة واعتراف الناس الرب هو الله الرب هو الله لكنه خاف وهرب لكن الله تعامل معه على جبل سيناء لكن لاحظ معي الذي تمنى الموت لنفسه هو لم يرى الموت اذ صعد إلى السماء حياً بمركبة نارية ثم النبي ارمياء قال ملعون اليوم الذي ولدت فيه اليوم الذي ولدت فيه امي لا يكون مباركاً ملعون الانسان الذي بشر ابي قائلاً مبروك مبروك قد ولد لك ابن مفرحاً اباه فرحاً وليكن ذلك الانسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم فيسمع صياحاً في الصباح وجلبة في وقت الظهيرة لأنه لم يقتلني من الرحم فكانت لي امي قبري ورحمها حبل الى الابد لماذا خرجت من الرحم لارد تعباً وحزناً فتفنى بالخزي ايامي واو بعد مواجه النبي ارمي الرفض لرسالته والتحذير من مجيء الكلدانيين ليدمر ارشليم ويأخذ للسبي بل على النقيض ضرب وودع في المقترة فسقط في اليأس والكآبة وطلب الموت مثل ايوب يونان النبي قال فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي وحدث عن طلوع الشمس أن الله أعد ريحاً شرقياً حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي اغتاز لأن الرب أشفق على نينوى ولربما لأنه نبي طلب الموت لأنه بروح النبوة رأى ما سيحدث لشعب مستقبلاً ولسيما عندما سيأتي الأشريين ويخرب البلاد ويأخذ الشعب إلى السبي انظر رد الرب فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة عزيزي في الختام يوماً ما سيطلب ويتمنى الناس الموت ولا يجدونه مكتوب وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور أسقط علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف الذي هو الرب يسوع طبعاً لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف ثم مكتوب وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم واو إذن لا تهرب من الرب كي ينان بل أهرب إلى الرب واحتمي بدمه أعزائي لقد رأينا عينا من رجال الله العظماء قد طلبوا الموت لأنفسهم لكن الرب يرى حالتنا ويتضايق لديقاتنا ويرثي لضعفاتنا إنه يشكلنا من جديد لكي يتمم مخطة الرائع في حياتنا كما تمم مخطة في حياة رجال الله وحول كل الأمور إلى الخير وكانت رسالتهم أقوى ومؤثرة أختم كلامي بهذه الآيات فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه مكتوب أيضا عن يسوع رجل أوجاع ومختبر الحزن لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا المسيح يعلم كل شيء يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب تشجع لأنه عنده مخطط رائع لحياتك ربنا يبركك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر